التوبة ويقظة القلب هي أيضا من معاني وميادين السباق الكبير في هذه الأزمة التي تعيشها البشرية أما كسب المواقف وازدياد رصيد الإيمان وتوظيف هذا الحدث في بناء الإنسان نفسه وإيمانه ورصيده ليخرج بأكبر مغنم في مثل تلك الفترة المؤقتة والمحنة الزائلة فهو أيضا يشير إلى معنى الوقت والعزلة التي عاشها الناس وكيف هم يتفاوتون أيما تفاوت في التعامل معها والتصدي لها العزلة في جوف هذا الوباء وهي وحدها حقيقة تستحق الحديث مفردة فإن الفراغ الذي يعيشه الناس بمعنى توفر الأوقات التي كانت تصرف في الذهاب المجيء بمعنى عدم الصوارف والشواغل التي كانت بسبب غشيان مواكن العمل والسوق للتجارة والبيع والشراء كم في هذا الفراغ الذي توفر لأحدنا لأن يعيشه مع نفسه ومع أهله وأولاده العزلة وما فيها من وقت مستثمر هو فراغ هو نعمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ هذه أيام البلاء فيها عابر والمحنة فيها قصيرة مؤقتة زائلة بإذن الله فأحسنوا الظن برب كريم رحيم رؤوف لطيف بعباده سبحانه واستثمروا الأوقات واجعلوا من الحدث سلما لكم إلى المعالي وامتهازا للفضائل وسبقا للخيرات ستنجل الغمة بإذن الله وينكشف هذا الوباء وستتحدد مواقف العباد فكونوا من السابقين واجعلوا شعاركم أن لا يسبقنا إلى الله أحد ترجمة نانسي قنقر